السلام عليكم يومكم جميل بإذن الله أتمنى لكم كل الصحة والسعادة اللهم أمين نعرض إن شاء الله هنعمل مع بعض ماسك أو كريم الزعفران الحر هو غاني عن التعريف شباب دائم أحسن بشرة ممكن تتخيليها أو استخدمتيه ودومتي عليه ويلا هنشوف هنعمل إيه وهنتكلم عليه طبعا أنا ملاقيتش الزعفران الأصلي وبدلته بودرة الزعفران ولكن اللي تلاقيه طبعا هيكون أحلى وأحسن أنواع الزعفران أحسن واحد الإيراني ومن بعده الباكستاني طيب هنحتاج معلقة من النشا ونصف كوباية من اللبن الحليب وشوي صغيرين من البودرة الزعفران أو شعيرات الزعفران لو أنا عندي شعيرات الزعفران ولقيتها متاح في البلد بتاعتك بتحطيها بتحطي 3-4 كده في اللبن من بالليل للصبح وتسيبيه بعد كده تعملي المسك إنما أنا عشان عندي بودر فأنا هستخدمه وأوصل لك الفكرة من يعني دلوقتي تمام؟ ده من الحاجات الحلوة جدا المسك ده اللي بيضيع الهالات بيديك نظارة ما بتحتاجيش ميكياج لأنه يعني بيديكي لكل البشرة اللي عايزة لأنهم مليان فيتامين A وفيتامين C الاتنين دول كافيلين إنه هم يعقاموا البشرة وما يخلاشوا عرضة للبكتيريا ويخلوها كده ولا حب شباب ولا أي حاجة تمام؟ فإحنا بعد ما قلبناهم حطناهم في طبق وهنضيف عليهم بطل كل الوصفات مع علاقة النشا تمام؟ حلو جدا جدا لكل أنواع البشرة تمام؟ كمان ممكن المية بتاعة يعني إنتي مش هستعملي مصك مثلا ممكن تستخدم المية اللي إنتي نقعتي فيها الزعفرون كتونر لوشك تمام؟ مع مية الورد هتضيفي عليهم مية ورد ويبقى التونر لو أنت مش عايزة تطبق المصر أنا قلبتهم كويس وبعد كده حطيتهم على نار هادية لحد ما بقى بالشكل الكريمي الحلو ده طيب من الحاجات الحلوة جدا بتستخدمي قد إيه؟ بنستخدمه 3 مرات في الأسبوع والدومي عليه هيخلي في نظارة حيوية الشباب هنضيف بقى عليه إيه؟ كابسولة من فيتامين A تمام؟ كابسولة من فيتامين A اللي هو الألف اللي هو هاء اللي هو الألف جرام لو أنت ما لقتيش غيره للربعمائة جرام يبقى تستخدمي منه أربع حبات خلاص كده اللي بناهم كويس والعسل بقى ده اختياري يعني أنت العسل طبعا هيزيد من الفوائد بتاعته على البشرة ولكن أنت مش حابة تضيفي ده اختياري عادي ولكن أنا بفضله ليه بقى؟ علشان لما بحطه في التلاجة بيبقى زي مادة حفظة للكريم بيقعد فترة أطول لما بيقعد مثلا ثلاث أيام لأ ممكن يقعد أسبوع لو هو بيقعد أسبوع ممكن يقعده يعني إيه بتاع ده أسبوع وثلاثة أربع أيام فاهمين؟ وغير طبعا أن العسل من الحاجات الفضيعة الحلوة جدا جدا قال لبناهم بقى كريم جميل جدا جدا حطهم في إزازة حلوة تكون معقمة ونشفة يكونش فيها أي بكتيريا هنحطهم بقى في التلاجة وهنحطوا تلك مرات في الأسبوع زي ما اتفقنا وتجربيه وأتمنى بجد كل البنات تجربوا حلو جدا 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 وناعم ومفيد وإيه منعلك بقى الهالات السودة الأثار للشمس أثار الحبوب الحبوب نفسها مش هتطلع يعني هيبقى بديل كده هيديك رونك كده أو نظارة كده للوش مش تحتاجي أني تحطي ميكياج أو أي حاجة أتمنى الوصفة تكون عجبتكم وأتمنى لايك وشير ولايك كتير وشير كتير ودعم منكم كبير لأن أنا محتاجة جدا أنا بنزل الفيديو ما بيديش مشاهدات زي ما أنا كنت متخيلة وأنا بشكر جدا جدا كل اللي بيقولي كلمة جميلة وكل اللي بيشاير الفيديو كل اللي بيساعدني بجد بجد دعوة من قلبي ربنا يبارك فيكم ودايما هقول لكم اللي بيساعد حد ومش بيستخسر في مشاهدة أو في حياتك الطبعية مش بتستخسري المساعدة في حد ربنا بييجي في موقف بيساعدك وبيديكي حد يساعدك برضو ويرزقك بحد يساعدك شكرا لك